أستاذ أمين حضرتك من موليد حي رود الفرق الحي ده أثر إزاي فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ما خلقتها زباطلاً سبحانك إنك على كل شيء قدير أثر علي حي رود الفرق تأثيراً سيكولوجياً وتأثيراً جغرافياً كان الحي عبارة عن منطقة زراعية تقابل منطقة الزمالك من ناحية الغربية للنيل وقد انقسم من الوسط والطرفين إلى الآتي مساكن ومزارع في الوسط في الطرف الجنوبي مع عناب ريسك الحديد في الطرف الشمالي الملاهي المتواضعة التي تعمل في أطراف المدينة كانت المعطيات الخارجية للعالم يعبار عن أصوات الملاهي أو الهاربين من الملاهي أو اللاجئين من الملاهي للسكن أو أصوات العمال في صوراتهم واعتصاماتهم وحركاتهم السياسية عايز أفكر حضرتك بالفنان الكبير الأستاذ أحمد صبري أحمد صبري كان مصريا من سلالة تركية لم يتعلم كثيرا من العلم في القاهرة نجح في مسابقة للسفر إلى باريس سافر إلى باريس انضم لفنان يدعى الجيبال تتلمز عليه وأخلص له أعطاه أسلوبه وممارسته بالدأب والعمل والصبر الطويل تحقق من أسلوب أستاذه تقمص أسلوب أستاذه دافع عنه أستاذه في المعارض وفي جميع المحافل ذهب إلى فرنسا مرتين المرة الأولى باعثة رسمية ولكنها فشلت المرة الثانية على نفقته الخاصة إيه اللي استفدتوا من الفنان أحمد صبري أحمد صبري دافع عن الناحية الجمالية دافع عن الناحية الجمالية في الحياة مش في الفن بس فهو كان يصور الجمال ويستمع إلى الموسيقى ويصاحب الجمال ويحضر الندوات الشعرية ويقرأ الأذب الجميل أو يقرأه لنا لتلميزه وكان أحمد صبري يرى أن أي أيديولوجية أو أي مصار لحضارة إذا انقطعت فقط للحرب والدمار والترتيب الاقتصادي فهي حضارة استثمارية وتنقضي بقضاء وقتها أما إذا كان لها أصار فنية أو أساتذة فنين أو توارثة الفن أو حمته فهي حضارة واقية اشتركوا في القناة